ملف قد يكون مختلف كثيراً عن الملفات التي أعرضها في هذا البرنامج قوى الظلام وسياسة التجهيل التي مارسها البعض لا تستطيع أن تلوي عنق بلد في البدء وفي المنتهى هو أصل الحضارة الإنسانية وصانع للدهشة ومنه كانت الأبجدية المثقف العراقي في كل المحن التي مر بها العراق لم يكن بمعزل عن ما كان يجري وسياسة الإهمال المقصودة من قبل كل الحكومات أرادت أن تطوع المثقف ليكون جزءاً من السلطة أو لساناً ناطقاً بإسمها ولكن قد سقط البعض منهم ولكن كان هناك الكثيرون الذين أنتجوا وذهبوا وجابوا العالم وأقاموا مؤتمرات ليقولوا للعالم حتى وأن كانت البيئة في بلادنا غير مهيئة فنحن لن نتوقف لذلك يدهشون العالم كله بأنهم ينتجون من لا شيء شيئاً وقيمة لم تموت الكلمات ولم تجف ولم تقف السلطة وإصاباتها أمام هذا المد الهادر أمام هذا المنجز العظيم لأنهم امتداداً لتلك الحضارات التي قامت وبقوا وبقى الكثير منهم يصارع حتى الموت وانتصر عليه ليخرج بنتاج ليقول أنا عراقي اشتركوا في القناة